قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن رجل قتل في سبيل الله سم أحيي سم قتل سم أحيي سم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه صحيح الإمام النسائي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر صحيح الإمام الترمزي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صحيح الإمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله فقيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت صحيح الإمام الترمزي والألباني وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضى فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسول إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء صحيح الإمام مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير صحيح الإمام البخاري ومسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبث عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس صحيح الإمام البخاري دول السجدتين الواحد جالس بعد التشهد أبو الميسلم دول اسمهم سجود السهو وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف صحيح الإمام أبو داود اشتركوا في القناة